مفاجأة من محمود الخطيب للعب الناد الاهلي في حال تخطي الوداد المغربي مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم حضرتكم من جديد رصد مجلس إدارة الناد الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مكافأة مالية كبيرة جدا للعب فريق كرة القدم ولم يتم تحديد الرقم وذلك في حال الفوز على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ووعدت إدارة القلع الحمراء جميع اللاعبين بصرف المكافأة المالية فورا عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتخطي عقبة الوداد المغربي رسميا من مباراة العودة هنا في القاهرة وأكدت إدارة الناد الاهلي أن المجلس لن يتوانى في صرف أي مكافأة للعبين في حال التتويق بالأميرة السمراء وتحقيق حلم الجماهير في الفوز بالبطولة التاسعة كما أرسل محمود الخطيب رسالة للعب الفريق بعد التعادل مع برامز في مباراة الأمس حيث كشف سيد عبد الحفيز مدير الكورة بفريق الناد الاهلي عرسلت محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة للعب الفريق بعد التعادل السلبي مع برامز وأكد سيد عبد الحفيز في تصريحاته عبر قناة الأهلي أن مباراة برامز تعتبر خير إعداد للقاء الوداد البيضاوي في نصف نهاية دورة أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل عبد الحفيز صراح أن مباراة برامز بروفة مهمة للقاء الوداد في ظروف المباراة كانت فيها صعبة ولكن شخصية اللاعبين تغلبت على الأمر بالرغم من فقدان واحد من أهم اللاعبين وهو عمر السلية ثم قال أهضرنا فرص خطيرة في اللقاء والأداء كان مميز أما بالنسبة لمباراة الوداد القادمة فسنتعامل مع الواقع وندخل المباراة بشخصيتنا أعتقد أن إصابة كهرباء خفيفة وليس من المهم أن نكون الأفضل فنيا ولكن روح الفن ذا الحمراء هي تلك التي نراهن عليها ووحي اللاعبين على تلك الروح والعربي بدر وشاد ردوان وفخر وشكري كل منهم سيحصل على فرصة وسيقدم شخصيته وأنهى عبد الحفيز صراحاته قائلا محمود الخطيب تحدث معي بعض المباراة مباشرة واطمئن على اللاعبين والروح التي خاضوا بها المباراة وأوصلت رسالته إلى اللاعبين عقب المباراة وسنسافر على قلب رجل واحد شكرا لك عزيز المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولكنت بشاهدنا الأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل خاصة الجرس ليصلك إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة